اشتركوا في القناة الجزائر تستنكر اقحامها في الخلاف المغربي الايراني وتستدعي سفير الرباط لتبليغه الاحتجاج ونظام المخزن يصل على التصعيد رئيس ابو تثيق يدعو الصحفيين للاعب دور الرقيب اليقظ لرسد النقائص والدفاع عن صورة الجزائر في الخارج مهما بلغت الخلافات في الداخل ولاية والبيض تحقق في دواعي انهيار المنشآت والغش في الاشغال تسبب في مقتل ثلاثة شبان خلال الفيضانة الاخيرة وثقافيا تتابعون شباب الهيب هوب الجزائري لقيمة العالم في زيوريخ بعد تصفية شارك فيها خمسمائة مهوس بعالم الروس أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل والبداية وكما جاء في العنوين استدعت أو زالت شؤون الخارجية السفيرة المغربية بالجزائر مساء أمس ردا على المزاعم المغربية التي تقول أن مدربين عسكريين تابعين لحزب الله سافروا إلى تندوف لتأهيل قيادات من جبهة البوليزاريو واعتبرت الجزائر أن تصريحات المغاربة والتي تقحمها بشكل غير مباشر تستدعي الاستنكار نتبع المزيد في هذا التقريب لم تكن لتمر تصريحات مسؤولين مغاربة وهم يروجون لدوافع قطع علاقات بلادهم مع إيران مع الإشارة للجزائر مرور الكرام على وزارة الخارجية في هضبات العناصر بالعاصمة الخارجية الجزائرية سارعت لسدعاء السفير المغربي لإبلاغه رفض مضمون تلك تصريحات لما فيها من انتهاك لسيادة الجزائرية الناطق الرسمي للخرجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف وعبات استقبال السفير المغربي من قبل الأمين العام لوزارة الخارجية أوضح أن السلطات الجزائرية عبرت عن استنكارها لتصريحات غير المؤسسة كلي المقحمة للجزائر بشكل غير مباشر والتي أدل بها وزير خارجيته بمناسبة إعلانه عن قطع العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية إيران الإسلامية وبرغم الموقف الجزائرية إلا أن الرباط لم تتوقف عند هذا الحد بل إن الناطق باسم خارجيتها عاد تهم الجزائر هذه المرة وبشكل مباشر معتبرا أن استدعاء الجزائر للسفير المغربية يعتبر إعلان تضامن منها لحلفائها إيران وحزب الله وجبهة البوليزاريو وهو ما يخفي نية مبنية ومسبقة من الجرة الغربية لتصعيد الموقف ضد الجزائر وليس ضد الجمهورية العربية الصحراوية وأعلنت أمس المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران مستندة إلى إدعاءات بالدعم طهران جبهة البوليزاريو قبل أن تزيد في مزاعمها من خلال محاولات توريط الجزائر في خطوتها الجديدة من خلال رواية لوزير الخارجية المغربية تقول إن عناصرا من حزب الله اللبنانية دربت مقاتلين في جبهة البوليزاريو في تيندوف وفي أول رد رسمي من الصحراء الغربية حول إدعاءات المخزن نفى سفير الصحراء الغربية بالجزائر عبدالقادر طالب عمر لقناة نوميديا نفيا قاطعا كل هذه الإدعاءات بخصوص تدريب مقاتلين صحراويين من طرف حزب الله اللبناني واتهام الجزائر بالضلوع في القضية السفير اعتبر إدعاءات الرباط كذبا وافتراءا مدحديا المخزن تقديم دليل على ذلك ميكروفون بلال يوسفي هذا شيء لا أساس له من الصحة وهو من محض نسج الخيال لا يوجد لا لتسليح ولا لتدريب لا من طرف إيران ولا من طرف حزب الله مع البوليزاريو ونحن نتحدى أنه يقدم دلائل وهذه المواقف وهذه المحاولات التصعيد هي ردة فعل على الفشلات وعلى الهزايم ومحاولة إقناع الآخرين بأن المغرب موجود وأن هذه المكاسب التي حق في هذا الطرف الآخر لا تؤثر عليه ويأتي في إطار المساعي التي كانت تقوم بها الممتحدة لفرض على النظام المغربي أن يتقدم في المفاوضات وحددت أجل ستة أشهر وهذا عامل جديد ويشكل ضغط على النظام المغربي بأنه يدخل في المفاوضات وأن الأطراف النزاع محددة طرفين النزاع محددين وبدون شروط مسبقة والتحذير الخامسة هذا موقف ضغط على النظام المغربي وبالتالي هو في موضع آخر دعا رئيس والجمهورية عبد العسيد بوتفليقة الصحفيين إلى رصد النقائس التي تعثر سير شأن العام وممارسة دور الرقيب اليقظ وذلك في رسالة للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وحتى الرئيس الصحفيين للدفاع عن صورة الجزائر خارج حدودها مهما اختلفنا في الداخل حملت رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة التي تتزمن وثلاث ماي من كل سنة شقين اثنين الأول يدعو الصحفيين الجزائريين لممارسة دور الرقابة الإيجابية في الداخل والثاني الدفاع عن صورة الجزائر في الخارج الرئيس دعا الصحفيين للعب دور الرقيب اليقظ الذي يرصد كل النقائس التي تعثر سير شأننا العام أو حياتنا اليومية لأن الأمر يتعلق بدور يشجع الإصلاحات والتصحيح وحتى المحاسبة عندما يتطلب الأمر وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس الدولة أن ثقل وتعدد المهام المنوطة بمختلف مصالح الدولة تؤدي لا محالة إلى ارتكاب عدد من الأخطاء وإلى وجود قسط من النقائس ونقل هذه الوقائع من طرف الإعلام المحلية خاصة عندما يتم ذلك بصدق ونزهة يكون جزءا هاما من العلاج وتصويب وتحسين رسالة الرئيس حددت مجموعة من الوجبات الأخرى التي يتعين على الصحفيين التكفل بها منها دفاع عن صورة الجزائر خارج حدودنا مهما اختلفنا في الداخل كما نشهد الرئيس بوتفليقة الصحفيين لتحويل الذهنيات في مجتمعنا ويقصد هنا كما جاء في رسالة تقدم المجتمع أكثر فأكثر في تقديس العمل وفي الحرص على النجاعة الاقتصادية وفي إعادة الاقتبار للحس المدنية وكذا في تمسك بقيم الاعتدال والوسطية وذكر بوتفليقة بدور الإعلام في نقل صورة الجزائر الحقيقية خارج حدودنا مواضحا أن تمسك الجزائر بحريتها واستغلال قرارها يعرضها لحملات التشوية بل وحتى لمحاولات زعزعة استقرارها بإثارة الفتن واختلاق أزمة ومشاكل بحيث لا نرى الخروج منها إلا في الاهتماء بها جهتي دعا وزير والاتصال جمال كعوان صحفيين إلى التمسك بالموضوعية والمصدقية في تعاطيهم مع مختلفية المواضيع الوزير خلال إشرافي صباحة اليوم على الاحتفالات الرسمية لليوم العالمي لحرية الصحافة بساحة حرية التعبير بالعاصمة دعا إلى الاقتداء بتجربة شهداء المهنة نعم أشرف اليوم وزير الاتصال جمال كعوان على الاحتفالات الرسمية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير هنا في العاصمة الجزائرية وبطبط من صاحة حرية التعبير في بلدية جزائر الوسطى وزير الاتصال وعاقبة ترحمي على شهداء المهنة دعا الصحافة الوطنية إلى التمسك بالموضوعية والاحترافية وتحرير الأخبار صادقة كما دعا الوزير أيضا الصحافة إلى الاقتداء بتجربة الصحفيين الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذه المهنة نشان آخر الآن تهم مواطن ولاية البيض القائمين على إنجاز المنشآت الفنية في أغلب طرق الولاية تهموهم بالغش ما تسبب حسبهم في فيضانات الأودية وانقطاعها وغمرها للطريق واعتبر سكان والولايان سبب هلك ثلاثة شبان خلال التقلبات الجهوبية الأخيرة مرده إلى عدم مطابقة الجسر والمعايير محمد بالهرقال يفصل في هذا الوقت نعم هو قدر الله ولكن ذلك لا يلغي مسؤولية المتسببين في تكرار حوادث الموت على الطرقات بإهمالهم وغشهم وعدم احترامهم للمقاييس المطلوبة في إنجاز الطرقات والجسور والمنشآت الفنية المختلفة ومن ذلك جسر وادي الصفي الذي جرف سيارة الشبان الثلاث خلال الفيضانات الماضية رغم أن تدفق المياه لم يكن بالحجم الكبير هذا الطرق الويدان هذا هو ويدان كبار نورمال موجو مقناطر عالين بها الطريق تكون الفوق طرق هذا قد قصيست ويجدون لك فوق هذا الطابي كاش بيزا ولا حادة تردم ويلعب لما فوق القنط هذا هو يدل الوطاكي معاكم خدموه خدمة ما هيش مليحة قال دستينشا الواحد ورح ديرها با فيه كار ورحوا بيستطع فيها مساكين ثلاثة من قلت الخدمة للطريق دارق كي جاءوا عند البلاكال هيه قولوا الواحد حامل مساكين مالقا مشد باح في الواحد الده على خطر ما متخادمين هذا كون جيستجرى والله حاجر في دلقانطر هاين تبلعها قدها البيزا لي اختبها اختب البيزا قدها جيستجرى بعير حي يتبلعها خدمة ما كانش خدمة هادم اللي خدموا في الطريق ما هم سيخدموا في الواقع بينه وبينهم ربي راها أرواح راحت أرواح من أنجز الدراسة ومن قام بالإنجاز ومن تابع تلك المشاريع كلهم مسؤولون وعلى رأسهم بطبيعة الحال من وقع محظر الاستلام وأعطى للجزائريين الذين وضعوا فيه الثقة جسرا أو طريقا غير مطابق للمواصفات مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة تكثر الأقويل حول طريقة غربلة ملفات العائلات التي ترشح نفسها للاستفادة من قفة رمضان بلدية ودار البيضاء مثلا انتهت من تصفية ملفات المستفيدين على أن تنطلق في العملية بعد نحو أسبوع من الآن تقرير كلمة أشتر بهذا المكتب الخاص بشؤون الاجتماعية ببلدية الدار البيضاء يضع المسؤولون آخر اللمسات على عملية توزيع قفة رمضان خطوة سبقتها عدة إجراءات تتصل بالتدقيق في تصريحات عائلات رشحت نفسها للاستفادة قمنا بإعلام المواطنين لنعطلهم فترة زمانية باش يقوموا بتحيين وتجديد ملفات هذا القفة رمضان حصينا أكثر ما يزيد على 1700 ملف لكن ما يخفى لكش باللي كان فئة ذوي الدخل الضعيف وفئة المعواقين وكيبارسين يدخلوا بصفة تلقائية إلى هذه القوائم تاع رمضان يستفادوا من هذه القفة رمضان بصفة تلقائية تعتمد أغلب البلديات عبر ولايات الوطن على ميزانياتها الخاصة في تحضير آلاف الحصص الموجهة للعائلات ضمن ما يعرف بقفة رمضان تمويل قفة رمضان بنسبة 100% من ميزانية البلدية كاين باب المخصص في الميزانية العامة لسنة 2018 يدل على أن تمويل هذه القفة يكون بصفة القائمة من البلدية عبر مصلحة تقنية بفتح أضريفة وفتح كذا وكذا على أساس باش يكون ممول لهذه العملية ستكون البلديات أمام اختبار جديد في إنجاح هذه العملية التضامنية التي يرافقها جدل كبير كل موسم حول هوية المستفيدين ونوعية المواد الغذائية الموزعة ومن العادات الحميدة المنتشرة في شهر رمضان مطاعم الرحمة وعبر السبيل وإن كانت معظم هذه المطاعم تخضع للرقابة وتنظيم المحكم هناك أخرى لا تحترم شروط النظافة سواء في طريقة حفظ الأكل أو حتى النظافة الشخصية رواد أو لرواد هذه المطاعم ما يؤدي أحيانا إلى تسجيل حالات من التسمم تقول كريمة أشتراحة نحن هنا في مقر الهلال الأحمر للدار البيضاء شرقية العاصمة يبدو أن كل شيء جاهز لاستقبال الشهر الكريم خاصة ما تعلق بمطاعم الرحمة واحترام شروط النظافة أولى الأولويات هنا باش يقدر يطيب الماكلة كما يقولوا لخمسمائة واحد لازم لك شروط الشروط هذه مش متوفرة كوزينة كي الناس اللقاء ما عندوش تلقى قاراج حط طابلة وحط طابونة ويطيب ما لا يعرفه الكثيرون أن شهر رمضان أكثر الأشهر التي تسجل فيها حالات التسمم الجماعي السبب عادة ما يكون محل المطعم الذي لا يتوفر على المقاييس الخاصة بهذا النشاط المطاعم العشوائية لازم تكون رقابة دائمة عليها حتى لا تكون تسممات وسط الآخر المواطنين نظافة الطاقم المعد للوجبات أيضا شرط أساسي لمثل هذه المطعم ثم تليها النظافة الشخصية لرواد المطعم وإن كان الجميع يتسابق لأجل كسب الأجر والثواب في شهر الرحمة وجب على هؤلاء احترام شروط النظافة ليكتمل الأجر وتفادي أية مفاجأات مشروع قانون المالية تكملي لسنة 2018 يحمل معه العديد من الزيادات في الرسوم بداية من شهر سبتمبر المقبل مشروع يتضمن توسيع الوعاء الضريبي رغم تطميناتها الحكومة عدم المساس بجيب المواطن القراءة في الموضوع لوليد مذكور بعد إلغاء استغرق ثلاث سنوات تتجه الحكومة نحو إقرار قانون مالية تكملي يرجح طرحه بعد شهرين من الآن فالمشروع التكملي يتضمن زيادات في حق الطابع الخاص برخصة السياق بداية من شهر سبتمبر من السنة الجارية لتصل حدود خمسة آلاف دينار كما سيقدر الرسم ما بين مليون سنتيم ومليوني سنتيم حسب عدد أحسنة المركبة على البطاقات الرمدية في الحقيقة أن ذلك دليل على أن الحكومة تجد صعوبة في إيجاد بدائل بالنسبة لمداخل النفطية هي الآن تبحث عن توسيع الشبكة الضريبية والجباية الضريبية والآن تطرح ضرائب جديدة أو رسوم جديدة لم تكن موجودة من قبل وطبعا مثل هذه المداخل الإضافية سوف تسمح للحكومة لتحسين الجباية تحسين الجباية خاصة في شقها العادية على أساس أن من الصعب للحكومة الآن أن تجد بدائل بالنسبة للمداخل النفطية قانون المالية التكملية تضمن رسوما جمهوركية في حدود 200% على عدد من المنتجات التي تنوي الحكومة سحبها من قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد بالإضافة إلى ذلك يتضمن تدابير التخص الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجنب إلى حد الآن ما نلاحظه كون أن الحكومة تتجه لتكريس الإصلاح المالي الذي انطلقت في تطبيقه خاصة في السنة الماضية وهذا التكريس يؤدي إلى رفع الدعم وزيادة الرسوم وزيادة الرسوم وطرح رسوم جديدة مثلما سوف يحصل في إطالة قانون المالية التكملية 2018 هذا وسيء درج إلغاء تخفيضات الفائدة على القروض التي كانت محددة بـ 53% ومن المرجح تمرر المشروع التكملي عن طريق أمرية رئاسية في موضوع آخر قيمة نهائياته والهيب هوب بمسرح الهواء الطلق برياض الفتح بعد تصفيات أشرف عليها فريق أول ستارز في عدد من ولاية الجزائر لما يقارب 500 مشارك مولع بهذا الفن أو بهذا الرقص نتبع مزيد فهذا هكذا كانت الأجواء قبل انتلاق الطبعة الخامس عشر لتظاهرة ريد بول بي سي وان التي نظمت لاختيار ممثل الجزائر في نوع الهيب هوب الذي سيشارك في نهاي زيوريخ سبتمبر القادم الجميل في التظاهرة أنها تتيق تكوينا للشباب على الهامش شباب كثير قصت به مدرجات مسرح الهواء الطلق برياض الفتح أغلبهم مولع بهذا النوع من الرقص الذي لا يعرف طريقا ثابتا بالجزائر كانش دعم عندناش دعم باركزومبل فليصال والله الفن هذا مكانش باركزومبل إيفان بزاف باركزومبل هذا اختاره في العام بلوس اللي مثل الجزائر يطلعوه احنا مدى بينا الناس اللي يتبع فينا والناس اللي يتقدر تعاوننا يشوفوك فيه جري ويديرونا دي كمبيتيسيون المترشخ الفائز سيتصابق إلى جانب ثلاثين رقصا من ثمانية وعشرين دولة في زوريغ تحت شعار من الشارع إلى قمة العالم فحب موفق للجميع يا رياضة الآن حسم نادي ليفربول الإنجليزي تأهله إلى المباراة النهائية من الدور أبطال أوروبا بالرغم من خسرته للمباراة مباراة يالإياب أمام مضيفه نادي روما برباعية بملعب أوليمبيكو وكان نادي الرات قد فاز الأسبوع الماضي في لقاء يذهب بملعب أنفيلد بخماسية مقابل هدفين وبهذا التأهل يضرب ليفربول موعدا لنهائي مع المرنج ريال مادريد بـ 26 من هذا الشهر بكييف الأوكراني أخبرنا متواصلة والآن إلى الورقة المحلية مع زميل أحمد كسراوي أهلا بك أحمد أهلا بك أمينة أهلا بكم مشاهدين الكرام تفاصيل المحلية بعد الفاصل أهلا بكم مجددا البداية بالظاهرة الغريبة والدخيلة التي استغلها بعض أشبه التجار نظرا لنقص مادة الحليب حيث احتج سكان بلدية سيدي نعمان بولاية تيزي وزو على تصرفات بعض هؤلاء الذين يفرضون عليهم شراء كيس من حليب البقر بسعر 60 دينار مقابل شراء أربعة أكياس من الحليب العادي عمر حمامي حالة استياء يعيش فيها سكان بلدية سيدي نعمان بعدما فرضت عليهم شركة إنتاج الحليب ومشتقاته شراء كيس حليب البقر بسعر 60 دينار مقابل شراء أربعة أكياس من الحليب العادي بسعر 25 دينار للكيس الواحد كما أكد المواطنين أن المشكل لا ينحسروا فقط في مقابل شراء أكياس من الحليب العادي في نقص الحليب بل يمسوا حتى الجودة والنوعية التي أصبحت في تراجع مستمر نطلب من الحكومة تعود تفتح الميلف تاعة 2015 لدرناء يضرب خمس شهور على هذا الباطل هذا والحليب هذا رح نقص له الغبرة باش تزيد وتسمعوا مليح الحليب هذا ما عنده حتى فايدة اش حال يدخلوا في سبيطار ذراري غرع الحليب هذا سكان منطقة سيدين أمان ينشدون السلطات العلية للتدخل العجل والنظر في كيفية توزيع مادة الحليب التي أصبحت بعيدة المنال على العائلات البسيطة وكذا فتح تحقيق والكشف عن أسباب تراجع الجودة والنوعية خطر الحليب هذا الحليب هذا رحم الدعم دخل تلاميذ متوسطة الأمير عبدالقادر بمنطقة بني ودرن بولاية الشلف في إدراب عن الدراسة بسبب الوضع الكاريتي الذي قالت إليه مؤسستهم تفاصيل أوفا مع الزميل أحمد لوحشي امتنع تلاميذة متوسطة الأمير عبدالقادر ببني ودرن ببلدية سنجاز عن الالتحاق بمقاعد الدراسة نظرا للوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسة أنا مرضو من هذا السيام وشتريت علينا ونبغي منذ السلطات يعودونا السيام اللي هنا ما يشي قلناش كلا يسمو سخين كل اللي نقرأ وهي أنه دائما تدخل علينا في الصيف السخانة في اشتاء البرد نحن والله الناران مغبونين في المؤسسة متوسطة الأمير عبدالقادر التي تعد من البناءات الجهزة ورغم استهلكها لمدة الصلاحية وأصبحت خطرا على التلاميذ تناهي لمسامع الأولياء اعتزام السلطات الوصية إعادة بنائها على بعد سبعة كيلومترات ببلدية سنجاز أمر قد يعقد وضعيتهم مديا خاصة وأن أغلبيتهم قرويون بسطاء وهو الأمر الذي أخرجهم عن صمتهم تناهي الأمير عبدالقادر البيت عاود هنا البيت عاود هنا داروا السلام عليهم ورغم يدوا سنجاز أكبام المليعة أحلى أولادنا يقرأوا هنا وسيوم يقاهنا يزيدوا المصاريف على أولياء التلاميذ من ناحية النقل ومن ناحية الإطعام له تلاميذ صغار الجيل هذا تغير مش قادر هذه إطلاع البلدية تحسن جازك لا وعده أحدت مرات رانا راح ينبنوا رانا راح ينبنوا الحالة راي مهترئة هذا السيام كنت تدخلوا الداخل وتشوفوا التلميذ ما يقدرش التلميذ هذا ما يقدرش بأي يقرأ في هذا السيام مدرية التربية وفي غياب المدير رفض أمينها العام التعليق مشيرا أنه سيقف إلى جانب الأولياء في هذه القضية في الجبتية الاجتماعية الآن نشد سكان الجهة الشرقية لبلدية مقرى ولاية المسيلة السلطات المحلية التدخل والنظر في الانشغالات التنموية التي ظلت مطروحة منذ سنوات ولم تعرف طريقها للحل من أبرزها حسب السكان الغاز الطبيعي المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتعميم الإنارة العمومية وغيرها من المطالب في ميكروفون عبد الحالين بيلال نحن نرى نمحتاجين للغاز نرى نمحتاجين للماء نحوسوا على مدرسة نرى هم مشروع نتعالغاز نرى نحق لنا بمقابة 500 متر 600 متر نرى نحبسوا علينا نرى نرى نكام مواطنين جزائريين نرى نحتاجوا بحاجة ذررية إلى موضوع آخر محطة جديدة بسعة 61 ألف مليمتر مكعب يوميا ستتزود بها أحياء أولاية سكيكدا وبلديتها بعد أن عاشت العطش الصائف الماضية تقرير في الموضوع لزامي سعد زقاري بقراءة أو بصوت إيمان بزيان محطة جديدة لضخ المياه بساعة 61 ألف متر مكعب تدخل الخدمة بسكيكدا وينتظر أن تزود أكثر من 200 ألف نسمة بكل من بلدية سكيكدا الحدائق بشعور وبشتاطة ومن شأن هذه المحطة الواقعة بحيث رمنا أن تقضي على عطش سكيكديين خلال هذا الصيف كل إحياء المدينة ستكون عندها إن شاء الله المياه دائما موجودة في طيط هذه الصحيفة لأن المحطة تم إنجازها وكذلك القنوة تم إنجازها المحطة التي كلفت خزينة الدولة 285 مليار سنتيم اعترضت عملية إنجازها بعض العوائق التقنية مما أخرى آجال تسليمها الكمية تعلمية تتجاوز الاحتياجات إذن لا يوجد طريقة لكي لا يوجد طريقة لكي لا يوجد طريقة لكي لا يوجد طريقة المشاكل هي خاصة التدريس لأننا كان لدينا إتنرار ومن ثم لدينا تقنية كي لا يوجد طريقة لكي لا يوجد طريقة لكي لا يوجد طريقة وهذا كلفنا الكثير وبالرغم من هذا المكسب الهام إلا أن تخوفات المواطنين من عدم وصول المياه إلى حنفياتهم يظل قائما بالنظر إلى تسربات الكثيرة التي تمس شبكة قنوات توصيل المياه المهترئة والتي تتطلب إعادة تجديد كلية تضامنيا بلغت قيمة قفة رمضان لهذه السنة بولاية بومرداس حوالي ستة ألاف دينار جزائري للقفة الواحدة تحتوي على ستة عشر منتوج كما بلغ عدد المعوزين اثنى عشر ألف معوز بعد تصحيح القوائم لتصل القفة إلى مستحقها التفاصيل مع الزميل عمر حاجي أعطى والي ولاية بومرداس إشارة انطلاق توزيع قفة رمضان على مختلف بلديات الولاية حيث بلغت قيمتها ستة ألاف ومئة وعشرون دينار للقفة الواحدة وتحتوي على ستة عشر منتوج في حين بلغ عدد المعوزين بعد تطهير القوائم اثنى عشر ألف معوز القوائم مطهرة وصلت إلى اثنى عشر ألف هذه السنة إذن هناك فرق أكثر من سبعة ألاف قفة رمضان واللي خلينا نحن بإسهام وتنسيق مع سدر وعساء البلديات حتى نطالع على قوائم إضافية بالنسبة لعائلات المعوزة قمنا بجمع كل الأموال التي رصدت لهذه العملية بمساهمة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بغلاف مالي يقدر بـ 17 مليون دينار جزائري مصالح ولاية بومرداس 20 مليون دينار جزائري وبلديات ولاية بومرداس 96 مليون دينار جزائري خلانا نصله إلى غلاف مالي معتبر يقدر بـ 130 مليون دينار جزائري هذه المحتويات اللي راهي فيها سميد 25 كيلوغرام فارين 10 كيلوغرام 5 لتر من الزيت يعني بصفة عامة المنتوجات التي يحتاجها المستهلك وبلغت التكلفة الإجمالية للقفف أكثر من 13 مليار سنتيم بمساهمة مختلف البلديات بمبالغ لا تقل عن 100 مليون سنتيم للبلدية وكذا ولاية بومرداس ومدرية النشاط الاجتماعي بالإضافة إلى مدرية التجارة إلى شأن الصحي الآن نظم نادي كاليفارم للصيدلة بكلية الطب بولاية عنابة يوما دراسيا تحسيسيا بمشاركة عدد كبير من دكاترة في التخصص وطلبة الكلية تم من خلاله التعريف بعلم المناعة كما تخللته محاضرات قيمة ناقشت إشكاليات هذا التخصص ميكروفون فارس مصباح واليوم الحمد لله رأنا نشوف في علم المناعة راهي في الجزائي العاصمة كان 1-5 ولا 4 مراكز في الشرق كان المركز تعنابة وإن شاء الله وجاء المركز تعقسنطينة المهمة تعنا الأساسية هي التكوين الاختصاصيين في هذا الشامع هو علم المناعة هو في مفترق كل العلوم الطبيعية نوجده على سبيل المثال يعني في الملاديين فيكسيوز أبدا الجهاز المناعي الهدف التعالي هو دفاع الجسم كنت للميكرو أورغانيزم البكتريا والفيروس بهذه الحالة الاجتماعية تعني شبأ أسماء رزيقي صاحبة 27 سنة من وهران ظروفا صحية جدو حارجة وهي التي طرقت جميع الأبواب دون جدوى تفاصيل أكثر مع ياسين حسين كيف كانت وكيف أصبحت بعد أن حلت الأمراض على الشابة أسماء شابة تبلغ من العمر 27 سنة والقاطل ببلدية السينية بوهران معانتها بدأت قبل 12 سنة بعد خطأ طبي أقعدها الفراش مرض الكلا والكبد تستلزمان عملية جراحية قاربة العشرة ملايير نشهد وزير صحة السيدة حسبلاوي يشوف الحالة تاعي والله غالب بغيت نكمل باش نداوي المرضى باش نوقف مع المرضى والله غالب تلموني عانيت بزاف بغيت نعاونها كالمساكين المرضى وقع ربي ما وفقنيش بغيت نعاون تاني والديا نخدم عليهم أي حاجة تكون في قلبهم نديرها له والد أسماء الذي ظل سندها الوحيد طرق جميع الأبواب لوشه هذه المرع نداء لوزير الصحة والجهات المعنية بالتدخل دروك جاتني في عشر ملايير عشر ملايير الله غالب ما جاتنيش في مليار ولا مليار قادر نبيع السكنة قادر نجريها قادر ذلك الله غالب عشر ملايير ما يليقى نطلب ناشد السلطات العلياة على البلاد يعني منهم يعني الوزير الصحة ولا الوالي تعوهرا يعني باش يديروا لي حل بنتي أعطوني بريزة حلم رزيقي أسماء هو استعادة صحتها ومساعدة المرضى علما أنها خريجة المركز الشبه الطبي بوهران نتمنى أن يجد هذا نداء أذانا صاغية وبهذا نطو أوراق المحل يعود إليك أمينة شكرا أحمد وبهذا أيضا نصل إلى ختام ظهير لنهار اليوم وهذا تذكير بأهم العنو الجزائر تستنكر إقحامها في الخلاف المغربي الإيراني وتستدعي سفير الرباط لتبليغه الاحتجاج ونظام المخزن يصر على تصعيد رئيس والجمهورية يدعو الصحفيين للعب دور الرقيب اليقظ لرسد النقائس والدفاع عن صورة الجزائر في الخارج مهما بلغت الخلافة في الداخل نبعتم في النشر ولاية والبيت تحقق في دواعي انهيار المنشآت والغش في الأشغال تسبب في مقتل ثلاثة شبان خلال الفيضانات الأخيرة تبعتم أيضا شباب الهيب هاب الجزائري لقيمة العالم في زوريخ بعد تصفية شارك فيها 500 نهوث بعالمي رأس تبعوا أقبارنا عبر موقعنا الإلكتروني نيوميديا تيوي أو عبر صفحاتنا الرسمية أيضا عبر أو على تويتر فيسبوك ويوتيوب ظاهرة أسفل الشاشة هل الشامي تلقاكم في نشرة الثامنة المساء لنهار اليوم وأما أنا أعقاكم في ظاهرة الغاز شكرا للمزاوا إلا شكرا للمشاهدة